حكومة فيينا هي الاس بي او والنيوز هم من طالبوا بأن كل من يحصل على حق اللجوء في أي مقاطعة من المقاطعات النمساوية عليه أن يبقى بتلك المقاطعة لمدة ثلاث سنوات وبعد انقضاء ثلاث سنوات يحق له الانتقال إلى فيينا وكيف سيتم السيطرة على هذا الشيء طبعا حسب ما قال عمدة فيينا يجب عدم منح المساعدات أو ربط المساعدات الاجتماعية والسوسيال وإلى ذلك بالسكن بالمقاطعة طبعا هذا الكلام رفضته وزيرة الاندماج والأسرة سوزان راب رفضه حزب الأوفوبي رفضه حزب الأوفوبي يعني كل المتحدثين بالحزب الأوفوبي رفضوا هذا الطرح كليا وماذا قالوا عليك يا فيينا أن تخفض المساعدات الاجتماعية من أجل ماذا أن لا تكون فيينا هي المقاطعة أو المدينة المرغوبة للاجئين حتى يأتوا إليها في نفس الوقت ماذا رد عليهم ميخايل لودفيك عمدة فيينا قال يجب أن يكون هناك نظام اجتماعي عادل على مستوى النمسا بين المقاطعات بين المقاطعات طبعا هذا أيضا هذا نفس الوقت طرح السيد روخ وزير الصحة والمساعدات الاجتماعية والشؤون الاجتماعية عفوا قال أنه يجب أن يكون هناك توحيد توحيد للمساعدات الاجتماعية على مستوى النمسا حتى لا يكون هناك أفضل وأسوأ وهذه حالة الاختيار التي يقوم بها الحاصلون على حق اللجوء نرجع للحكم لا مركزي وكل مقاطعة كاد بتقرر في موضوع اللاجئين بس ده برضو أثير الموضوع ده في خبرنا خاصة أنها تأخذ 190% من حقيتها باللاجئين يعني هي فعلياً أخذ أكثر من نصيبها على مستوى المقاطعة 190% الفكرة طرح السيد يوهانسكوب هو أن ترتبط أن ترتبط موضوع المساعدات الاجتماعية أو تقوم في فيننا بتخفيض المساعدات الاجتماعية حتى لا تكون الوجهة الأبرز للسوريين أضف على ذلك مشكلة لم الشمل كله عما يدور ويلف على مشكلة لم الشمل أنه عم يأتي الشخص حصل على حق النجوء بعد هيك بيعمل لم الشمل بيجيب شخصين ثلاثة وأربعة بيحصلوا على نفس مستوى الحماية التي حصل عليها الشخص فبالتالي هذا الشيء يشكل عبء على يشكل عبء على النظام الاجتماعي نظام مكتب العمل العديد من العاطلين عن العمل أصبحوا اليوم موجودين في فيننا فبالتالي قال يجب يجب ربط المساعدات الاجتماعية بالمقاطعة التي حصل يعني هو فعليا صرحة كله عما يدور بنفس الفلاك أيوان يعني ما يطلبه عمدة فيننا عمدة فيننا يطلبه كوف وما يرفضه الأوفو به صراحة أيضا يرفضه بنفس الطريقة حزب الخضر فبالتالي فبالتالي هناك صراحة أزمة حقيقية أعتقد أن هذه الأزمة أيضا ستكون هي فعليا مستمرة معنا خلال الأشهر المقبلة هذا البرنامج الانتخابي على فكرة اليوم البرنامج الانتخابي المساعدات الاجتماعية ترحيل اللاجئين السوريين الحملة الانتخابية اليوم المقبلة تدور حول هذه المحاور بشكل أو بآخر هذه الأمور التي فعليا ستكون فبالتالي هذا الأمور يحتمل العديد من التطورات بالمرحلة المقبلة ولا أستبعد أن يتم فعليا رابط موضوع المساعدات الاجتماعية بالمقاطعة والولاية التي حصل عليها طالب اللجوء حتى يبقى فيها ويخفف الضغط عن مدينة فيينا بس خلينا من ننساش أني أو ستضطر مدينة فيينا لأن تضغط وأن تقوم ببعض القيود على اللاجئين الذين جاءوا إلى فيينا حتى لا تبقى فيينا مرغوبة لهم بس ده خلينا نقول برضو أني الفرصة أو لما نقول مين اللي إدى الفرصة للحكومات اللا مركزية أو حكومات المقاطعات أنهم يتكلموا بالأسلوب ده لازم نقول أني التصرفات الموجودين أنفسهم ارتفاع مساواة جريمة استغلال النظام الاجتماعي هو ده اللي خلى أن الموضوعات دي هي اللي تبقى على طاولة الانتخابات أن هما كيف يمكن حلين دلوقت ما فيش حد بشكل الشاغل لكيف يمكن تنظيم وجود اللاجئين على النساء موضوع الاستغلال موضوع الجريمة هذا موضوع منتشر على كافة الجاليات والمجتمعات الموجودة في فيينا ليس حكرا على جالية وجالية أخرى مبرأة منه هذه الجالية إذا أريد أن أحكي عن جالية السورية جالية السورية لا أنا أتكلم عن لديهم بواقع عامل كل الموجودة الغالبية السورية أي جالية جديدة في النمسا وبالتالي وبالتالي هذه المشاكل من السهل جدا طرحها إلى السطح واستخدامها يوميا في وسائل الإعلام تصبح مدد ما بتشوفش مثلا اللاجئين الأوكرانيين بيتناولوا بنفس الطريقة اللي بيتناولوا بها اللاجئين السوريين أو اللاجئين العراقيين أو اللاجئين العرب على فكرة وعلى فكرة مما يخص موضوع فيينا هي لما علقت على موضوع اللاجئين أيضا أشارت إلى اللاجئين الأوكرانيين لم تشير فقط إلى اللاجئين السوريين على فكرة قالت أنه يوجد عندنا عدد كبير من اللاجئين وهذا يشكل أزمة على المدارس وما قال يوهانسكوف على نظام العمل أنا مش عارف هو هيجيب 7000 معلم إزاي وهو بيقولك المشكلة هتتحل فين الوحدة عايزة 1016 2000 1600 وشي تقريبا نعم نعم بدي معلم حتى لسدق الفجوة نروح نقدم في وزارة التعليم وخلاص يلا بينا